والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين الإخوة والأخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها نحن نلتقي بكم في هذه الليلة الثانية من موسم أمير النحل في ذكرى عطرة في ذكرى غالية على قلوبنا جميعا ذكرى مميزة وهي ذكرى ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام وهي الذكرى التي يحييها جميع المسلمين في العالم وبالأخص شيعة علي بن أبي طالب فهنيئا لنا بولاية علي بن أبي طالب وهنيئا لكم أنتم أيضا فهي أكبر ولاية حزناها وهي أكبر نعمة أعطانا الله إياها خير ما نبدأ به هذه الليلة العطرة المباركة آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الأخ القارئ السيد هادي السيد عباس فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد محمد وآل محمد وآل محمد المشكلة شكراً لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليك من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفق من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ونفق في الصور ذلك يوم العيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قريبه هذا ما لديه عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للغير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال قريبه ربنا من أطغيته ولكن 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 كان في ظلال بعيد قال لا لا تختصموا لديه وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لديه وما أنا بظلام للعبيد صدق الله العلي العظيم ما яв outro و gera стоى ليش للأخ القارئ السيد هادي على تلاوته العطر ونسأل الله له دوام الموفقية مرة أخرى إخواني وأخواتي نهنئكم بقرب ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام ونلتقي في هذه الليلة الليلة الثانية من موسم أمير النحل في هذه الليلة لدينا مهرجان أنشودي تتنافس في مذح علي بن أبي طالب عدة فرق من مناطق مختلفة ولكن هل لنا بوقفة قصيرة لنعرف ماذا يعني اسم هذا الموسم ماذا يعني لقب علي بن أبي طالب بأمير النحل رويت في هذه التسمية عدة أوجه نشير إلى بعض منها الوجه الأول أو الرواية الأولى عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في قوله عز وجل ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه إلى آخره أنه في ذلك لآية لقوم يتفكرون أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي أميرها فسمي أمير النحل رواية أخرى يقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه عسكرًا إلى قلعة بني تغل فحاربهم أهل القلعة حتى نفذ أسلحتهم فأرسلوا إليهم كوار النحل فعجز أسكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها فجاء علي فذلت النحل له فلذلك سمي أمير النحل وفي رواية أخرى أيضاً أنه وجد في غار النحل فلم يطيقوا له فقصده علي عليه السلام وشار منه عسلًا كثيرًا فسماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير النحل واليعسوب طبعاً الشعراء والمنشدين تغنَّوا في مذح علي بن أبي طالب وهاموا به وأنشدوه شعرًا وأناشيد مختلفة في هذه الليلة العطرة سوف نبقى مع عدة فرق كما أسلفنا تنشدو حبًا في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تبحر في بحر الشعر مع الكلمة مع اللحن الجميل وأول فرقة تطل علينا فرقة أتتنا من العاصمة فرقة جاءت إلينا من عاصمة البحرين من من وين من المنامة من عاصمة البحرين المنامة مع فرقة منتظرون مع اللحن والكلمة الهادفة فليتفضلوا على الرحب والسعى سنتم مبارك الله فيكم ولا غابة هذه الأصوات التي تلهج بذكر علي بن أبي طالب عليه السلام نسأل الله أن ينزقنا وإياكم ولاية علي بن أبي طالب في الدنيا وشفاعته في الآخرة إن شاء الله إن ذكر علي بن أبي طالب فلا نذكر مولده فقط وإنما نذكر سيرته العطرة ونذكر كل محطة من محطات حياته نذكر ولادته في جوف الكعبة نذكر وقفته مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نذكر بيعة الغدير نذكر مواقفه في المعارك والحروب إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه هو أبو الحسن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأول من لبَّى دعوته واعتنق دينه هو أفضل هذه الأمة مناقب وأجمعها سوابق وأعلمها بالكتاب والسنة وأكثرها إخلاصًا لله تعالى وعبادةً له وجهادًا في سبيل دينه فلولا سيف علي بن أبي طالبٍ لما قام الدين ولن هدَّت صولة الكافرين نعم لم تعرف الإنسانية في تاريخها الطويل رجلاً بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من علي بن أبي طالب ولم يُسجَّل لأحدٍ من الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الفضائل والمناقب والسوابق ما سُجِّل لعلي بن أبي طالب وكيف تُحصى مناقب رجلٍ كانت ضربته لعمر بن عبد ودٍّ العامري يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين وكيف تُعدُّ فضل رجلٍ أسرَّ أولياءه مناقبه خوفاً وكتمها أعداؤه حقداً ومع ذلك شاع منها ما ملأ الخافقين وهو الذي لو اجتمع الناس على حبه كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله النار ذلك هو علي بن أبي طالب وهذه بعض أفضل بدأنا من العاصمة المنامة وأتحفونا بالكلمة وبالصوت ونرجو أن يشاركونا مرات ومرات ونطير بعيداً نحتاج إلى الطائرة لأننا سنذهب إلى قريةٍ بعيدةً عننا في المكان قريبةً منا في القلب بلدة وقرية في المنطقة الغربية في المنطقة الغربية عرفتنا أي منطقة المقصودة؟ كرزكان ننطلق ونطير معكم إلى قرية كرزكان قرية الكرامة والصمود مع فرقة أصداء الغدير من قرية كرزكان وهي الفرقة الثانية في هذه الليلة في هذا المهرجان الأنشودي فلنستمع إليهم سوياً معكم وهم يتغنون في حبي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين فلنستقبلهم بصوتٍ عال بالصلاة على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وعلى أصداء المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته فرقة أصداء الغدير تبارك لكم ذكرى ولادة الأمير عليه السلام ومن عمل شعراء ألهمهم محمد في ذكرى ولادة منقذ البشرية في العام الفائد إلى عمل شعراء ألهمهم علي في ذكرى ولادة الإمام علي عليه السلام العمل من ألحان فرقة أصداء الغدير ومن كلمات مجموعة من كبار الشعراء صلوا على محمد وآل محمد يقالع الباب التي عنها الزهاء عجزة كف أربعون وأربعون يقالع الباب التي عن هزها عجزة كف أربعون وأربعون رفعت سيفاً والشعار لا سيف إلا ذو الفقار رفعت سيفاً والشعار لا سيف إلا ذو الفقار لا سيف إلا ذو الفقار على اليوم رفعت علوك صرت للأفلك محور أنت للأمة فتاها لا فتا غيرك يا حدا لا فتا غيرك يا حدا تلقى توياك الشجاع وانت قال عباب خبار يا وصف بكري وصفك بالوصف هيهات أقدار أهواك حتى في حشاشة مهجتي نار تشف على هواك وتلدع أهواك حتى في حشاشة مهجتي وانت قال عباب التي عن هزها عجزة أكف أربعون وأربعون رفعت سيفاً والشعار لا سيف إلا ذو الفقار رفعت سيفاً والشعار لا سيف إلا ذو الفقار لا سيف إلا ذو الفقار يا علي بك استقره جوهرت كنز الكرامة يا أصول الخمسة منك يستمر أصل الإمامة يستمر أصل الإمامة جبهة المؤمن ما حبتك أصبحت أوضح علامة كل عمل بالدنيا نعمل نعرض يوم القيامة نعرض يوم القيامة وإليه في يوم المعاد حسابنا أنت الملاذ لنا غداً والمفزعون نقالع الباب التي عنها الزهار عجزت أكف أربعون وأربعون رفعت سيفاً والشعار لا سيف إلا ذو الفقار رفعت سيفاً والشعار لا سيف إلا ذو الفقار لا سيف إلا ذو الفقار رفعت سيفاً والشعار إذا وضع سمتك أمك لنت ليس حيدرة أكرم بلا أخواتي ليس أنجبت سبوعاً وأنت والحق يا أقل نامي به أدا على الحوض حقاً تحشراني معاً وأنت صنو نبي غير شرعته للأنبياء إله العرش ما شرعاً وأنت غوث وغيث في رداً وندى لخيف ولراج الأذى وأنت جاعاً وأنت ركن يجير المستجير به وأنت حصن لمن من دهره فزعاً وأنت أنت الذي حطت له قدام في موضع يده الرحمن قد وضعاً أنت العلي الذي فوق العلا رفيع ببطل مكة وسط البيت الوضيع سمتك أمك بنت ليس حيدرة أكرم بلا أخواتي ليس أنجبت سبوعاً وأنت أنت الذي للقبلتين مع النبي أبي أول من صلى ومن ركعاً وأنت أنت الذي أثاره ارتفع على الأثير وعنه قدره تضع وأنت باب تعالى شأن حارسه بغير روحة روح القدس ما قرعاً حكمت في الكفر سيفاً لو هوايت به يوماً على كثيف الأفلاك لا أنخلعاً علجت بالبيض أمراض القلوب ولو كان العلاج بغير البيض ما نجاعاً أنت العلي الذي فوق العلا رفيع ببطل مكة وسط البيت ذو ضيع سمتك أمك بنت ليس حيدرة أكرم بلا أخواتي ليس أنجبت سبوعاً الله 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 يا مولا بعث الإله إلى الأناه من محمدا وتمها بخلافة المولى علي يا مولا وتنزل القرآن عند محمد وكمال تاوي للكتاب غدا علي يا مولا وإلى معاريج السماء محمد يرقى فيلقى عند صدرتها علي ويهاجر البلد الحرام محمد ويبيت مفتديا بمرقده علي الله 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 يا مولا ويقيم صارحا للجهاد محمد من دا الذي صرع العتاة سوى علي يا مولا في خندقه أحزاب صاح محمد من ذا لعمر فانبرى يمضي علي يا مولا ويحج في بيت الإله محمد أوليس من بيت الإله أتى علي والجنة المثلى لدين محمد لكن بشرط دخولها تهوى علي الله 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 والنار ما خلقت وحق محمد إلا لتسلل الحاقجين على علي والجنة والنار كل محمد وقتيمهما يوم الحتاب غدا علي الله 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 صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد جزيل الشكر لفرقتنا الثانية من كرزكان ونسأل الله لهم الموفقية ولا نعرف ماذا نقول لهم أيضا بعد أن قلنا في الفرقة الأولى من المنامة جزيل الشكر ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إن شاء الله وأن يثبتنا على ولاية أهل بيته وأن يرزقنا شفاعتهم في الآخرة طبعا اختصارا للوقت ما راح نطول فقرات بس معروف أن بعض الناس يلوموننا في حب علي دائما نقول لنا أنتون تعبدون علي ونكرم هذا الشيء طبعا علي له مكانة خاصة لدينا ولكن نحن نعرف مكانته وغيرنا ما يعرف مكانته ففي واحد سأله يقول كل يوم صيحا يا علي كل يوم صيحا يا علي كل ساعة صيحا يا علي كل لحظة صيحا يا علي قالوا لي يا شيء افتهم يا الله أحسن لو علي يقول أنت عندك الله أحسن لو علي قلت لهم أدري الله أحسن من علي بس الله ما ينزل إلي ترفعني لله شفع لي هذه معنات الشفاعة أننا نتوسل بأهل البيت وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى لكن للأسف الجهال ما يعرفون هذا الشيء لو تقعد إياه مني للصبح وعشان إنشتكم كم من بيت تردون إياي بكلمة علي مستعدين لأننا لدينا بعدين رحلة بعيدة شوي بصوب المطار هي عن بيعة علي ولكن ذكروا علي في كل وقت عباد أي يوم فيه أملاك السماء هتفت باسمي بس هذا جوابكم والله فيها علي أي يوم فيه أملاك السماء هتفت باسمي وغدى المختار في الناس خطيبا رافعا كفة قائلا من كنت مولاه فمن بعدي من يبايع بايع الله فقولوا حبنا ذكره مشرب المؤمن دوما صاحب الحق نحن من المنامة صنكر زكان من روح جهة المطار وين قدنا الدير وقدنا سماهيج فبتختارون من من اختار قرية الدير وإلى فرقة الاخوة الموجودين عند الباب عند البوابة تفضلوا في الأمام في مقاعد في كراسي خالي حياكم تفضلوا حياكم تفضلوا الموجودين عند البوابة في كراسي فاضية في الأمام إلى فرقة البيان من قرية الدير نستقبلها معكم كما استقبلنا من قبلهم الفرقتين نستقبلهم بالصلاة على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة هذا النبض في قلب رد عاشق خداني تورد عاشق خداني تورد نبضاتي 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 ما السجدات أصلى إلا على الهادي محمد الله أصلى الله محمد تتحدد بحاد تتحدد بحاد زجرتنا وتبخرنا 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 وتصاد تتحدد بحاد تتحدد بحاد تتحدد بحاد تتحدد بحاد تتحدد بحاد تتحددó كلام امو علي علي أميري ونعم الأمير نصير النبي وخير النصير أبو الحسنين وزوج البتون ووارث طه وأعلى وزير بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السلام على منقذنا من الجهالة وهادينا من الضلالة محمد الأمين وعلى آله وصحبه المنتجبين السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته نبارك لكم ذكرى ميلادي يعسوب الدين وولي المتقين فاروق هذه الأمة حبيب رسول الله علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يسر فرقة البيان الإنشادية مشاركتكم أفراحكم الولائية بقصيدة متواضعة راجين من الله ثم منكم القبول وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد قم وابتهج ولد الذي بالنور قد خلقه وانظر جدار الكعبة كيف له الفتقى ولد الذي بقدومه فغر السماء ضحكا ذاك المسمى حيدر ملك الهوى ملكا الشمس والقمر من نورهم سحر خير الورى ولدا قلبي له سعدا أحلى من العسل ذكرى قدوم علي والكل مسرورون بالحب مغمورون قرآننا وطريقنا نحو السماء هو الأمل حيدا حيدا لبرسنا وضياؤنا منهجنا خير العمل حيدا حيدا ركن الهدى حام الحمى كهف اليتام إنه حيدا حيدا يكفيه فاخرا إنه رب العلاه وكنه حيدا حيدا يا فرحة الكون جاء أبو الحسن يا فرحة الكون جاء أبو الحسن جاء الذي أسرى في حبه البشرة جاء الذي أسرى في حبه البشرة قلسنا لما أدحك سيدي أهلا ولن نقدر بالمدحن في وصفك مولايا يا حيدا لكننا جئنا نبوح بحبنا غوحا نتبادل التفريك بالأحضان والفرحا حيدا أغلى من غالي مولاي يا شهدي خذ من يدي عهدي خذ بيعتي خذها بالروح أفديها من غيره كان أخاً للمصطفى في دربه حيدا من غيره رفع اللوى للمصطفى في حربه حيدا من غيره كفواً إلى بنت النبي أيا بشر حيدا من غيره بلسانه ختم البلاغة العبر حيدا نشدوهما عشنا لولاهما كنا نشدوهما عشنا لولاهما كنا نبقى نقول علي بعد الرسول ولي نبقى نقول علي بعد الرسول ولي أدم الصلاة على النبي محمدي فقبولها حتماً بدون ترددي أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمدي نبقى 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 حرفاً في حب علي بن أبي طالب هنيئاً لكم أيها الناشئة نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وإلى مزيد من المشاركات القادمة إن شاء الله إعلان يقام هذا الموسم موسم أمير النحل برعاية كل من القبس للإلكترونيات والكهرباء نور النور للمواد الصحية وأبو جابر للعقارات وكنعان للتجارة العامة جزيل الشكر نقدمه لمن ساهم في هذا الموسم يتغنى الشعراء والمنشدين والرواديد في حب علي بن أبي طالب وكل منهم يتنافس في تقديم حرف بسيط في حب علي فيقول أحدهم بحروف الهجاء ألف أهواك يا حيدر يا ساقين عند الكوثر باء باب مدينة علم من يأتيها يأتي حيدر تاء تكفيك شهادته إنك مولانا بل أكثر ثاء ثقيا نبض فؤادي أن حبك لا لن أتغير إن شاء الله ثبات الولاية جيم جندلت أكابرهم فسل الأحزاب وسل خيبر حاء حارت فيك عقول حق لها بك أن تتحير خاء خابت نفس لئيم لم يتولاك أبي شبر دال دامت راية نصر دامت في كفك يا حيدر دال ذللت رقابهم ونسفت الشيطان الأكبر راء ريحان وزهور عشقك كالمسك أو لا العنبر قالوها أكيد كلكم تنتظرون الفرقة الجاية أو القادمة طبعا نذكرون رحنا المنامة وين كارزكان والدير الحين شوي منقرب إلى المرخ مننتقل إلى قرية عزيزة علينا قريبة منه بني جامرة قرية بني جامرة مع فرقة اسمها عظيم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ نبقى مع فرقة النبأ من قرية بني جامرة ليتحفون ويسمعون مدحهم وألحانهم في حب علي بن أبي طالب نستقبلهم بالصلاة على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين نبارك للأمة الإسلامية جمعا ولكم أيها الحفل الكريم هذه المناسبة العطرة ونسأل الله أن يعودها علينا في أفضل حال وفي أمن واستقرار يعز على القلب أن نرتقي هذه المنصة وهناك من كان معنا هنا ولكن هذه الليلة خلف مكانه خالياً إلا أنه يأبى إلا أن يكون معنا مشاركاً فرحتنا وفرحتكم بلمساته وتوجيهاته وهو مغيب خلف قطبان السجون إنه عميد الفرقة خادم أهل البيت سيد علي الموسوي نسأل الله العلي القدير بحق صاحب هذه المناسبة أن يفرج عنه وعن باقي المعتقلين عنوان القصيدة مظهر العجائب الحان فرقة النبأ العظيم كلمات الأستاذ عبدالطاهر الشهاد راجين من الله القبول ومنكم الاستحسان ببركة الصلاة على محمد وآل محمد ايجينا في فرحة الميلاد ايجينا في فرحة الميلاد نشارك هالحفل انسه وننادي يا ابو الشدات وننادي يا ابو الشدات إلك وسط القلب همسه يا بحر الجود الممدود ولا ندري الكرم يكسه ولا نعرف عن الوالي اسم خادم إله ينسه إلك خادم يا ابو العباس إلك خادم يا ابو العباس نذر اسنينه حسه بقى بقيادهم مسجون ومن عطفك ومن عطفك رجل أمسه وبد ماهو عجيب عليك وبد ماهو عجيب عليك يباذل للعدل نفسه تخلص خادمك منهم تخلص خادمك منهم يا كل شيء احنا نتنفسه ترحنا مركب ترحنا مركب وتاية ترحنا مركب وتاية ولا غيرك لنا مرسل يا علي 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 ولي اتهى فأشرى قدور الصدى وغارة نمجي الطال رلاحنا الفناء رأيت جمالك ثم الجلال فراف رفق قلبي بكل شراح رأيت جمالك ثم الجلال فراف رفق قلبي بكل شراح درد نظر وغارة نظر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا تشكو من هم تحنى في ذكر علي هامات الشداد لا تشكو من فقر وبفضل ابي الحسنين تنهمر الخيرات نادي يا صاح علي عند ملاقات الاحزان ينكشف الجرب وتغشى عمرك رحمة الرحمن وتوسل باسم علي لله وكن في اطمئنا والله القادر حتما يأتيك بأمن وما علي حبك يحميني من نار وعذاب علي 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فخور بحبك يا سيدي أيا نور يومي وزاد غدي فخور بحبك يا سيدي أيا نور يومي وزاد غدي أدني الصلاة على النبي محمدي وقبولها حتمًا بدون الترجد أدني الصلاة على النبي محمدي 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 ولو سمح لنا الوقت نتمنين أن نبقى مع كل فرقة منكم وقتاً أطولاً لنشنف أسماعنا بكلماتكم وألحانكم الجميلة فشكراً لكم هناك أحاديث كثيرة مروية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولأمة المعصومين في حق شيعة علي بن أبي طالب وفضلهم إذا تسمحوا أن نذكر بس رواية واحدة على الأقل أو حديث واحد راح يبين لأن مكانت شيعة علي بن أبي طالب وفضلهم في الدنيا والآخرة عن علي بن الحسين عليه السلام قال قال سلمان الفارسي رحمة الله عليه كنت ذات يوم جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل علي بن أبي طالب فقال له ألا أبشرك يا علي طبعاً البشارة إلينا أيضاً إلى شيعة علي بن أبي طالب ألا أبشرك يا علي قال بلى يا رسول الله قال هذا حبيبي جبريل يخبرني عن الله عز وجل أنه قد أعطى محبيك وشيعتك سبع خصال الرفق عند الموت والأنس عند الوحشة والنور عند الظلمة والأمن عند الفزع والقسط عند الميزان والجواز على الصراط ودخول الجنة قبل سائر الناس من الأمم بثمانين عاماً فهنيئاً لنا ولكم ولاية علي بن أبي طالب ونسأل الله الثبات على هذه الولاية إن شاء الله نحط رحالنا عند الفرقة الأخيرة من هذا الموسم من هذه الليلة المهرجان الأنشودي وهو تحت عنوان عمير النحو إن شاء الله مرة أخرى في الخلف الموجودين في الخلف نتمنى تفضلون قدام في مقاعد في كراسي وإن شاء الله الوقت ما يطول فرقة الأخيرة إن شاء الله معنا نتفضل وجلسوا على المقاعد يعني أريح إليكم قلنا آخر فرقة إن شاء الله ستشاركنا في هذه الليلة طبعاً إن حاولت أوصف ليكم وينه بس ما نقدر أفتداء واحد يقدر يوصف زين إيهي وينه؟ سند؟ والله سند؟ لا الرفاع ما الرفاع قريباً انتظر شوي بعدين خلاص والنبيب بالإشارة يفهمون سند ولكن ما أعرف ما أوصفكم أقول في وينه؟ وما أقول عنكم؟ حتى أقول أنا في صح قرية ولكن أقول عنهم مدينة نسويهم كبار شوي لأنهم ما شاء الله يعني اسمهم لامع بصراحة نسمع عنكم كثير الخير الكثير فنبقوا إياكم عشان لا نعطلكم ونعطلهم مع فرقة يسمح ليه وبعد ترى الفرقة فرقة ويش اسمكم؟ اتحاد الروح تعرفون يعني الروح إذا اتحدت تنتج إنتاج عظيم فإن شاء الله منشوف الإنتاج عظيم بس يحتاجون منكم صلوات قوية على محمد وآل محمد صلوات قوية على محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد الص tob Panda اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة منذ أن فقدت الفرقة منشدها المرحوم حسين محفوظ رحمة الله عليه اهدت جميع اعمالها الى روحه رحم الله من يقرأ لروحه سورة الفاتحة اشتركوا في القناة من تكونون حتى تستعرضوا أنفسكم أمام أنزع عجز المعصوم عن منافسته من تكونون أتظنون عليا الذي عجزت الدنيا لو عرضت نفسها عليه أن تملك منه خصفة نعل كالمرع الوبين يملكه كرسي أو إمارة من تكونون يا من خلف أحفاده أمراء عليكم بأخلاق أغنتهم عن عروشكم المأجورة من تكونون يا من لم تشافوا من صرعات جنونكم إلا عندما مسكم حد ذو فقاره لا والله لا يملك هذا الأشوس إلا الله ولا يعرفه إلا رسول الله وكل ما عدا ذلك مملوكين لزهد لثامه حينما يقترب الفجر شكرا 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 قبلة النخل مصبحا أقوفا تصلي خلفه تقرأ الضحا توارى عن الأنظار حتى كأنه شكى قلبه من كل هم تجرحا مشى والبسات نستحت من خضاره كأنه نهر في المسافات أصلحا أراه بلى قبلة النخل مصبحا وقوفا تصلي خلفه تقرأ البحا توارى عن الأنظار حتى كأنه شكى قلبه من كل هم تجرحا مشى والبسات نستحت من خضاره كأنه نهر في المسافات أصلحا هذا علي كيف أمسى لوحده وجفن الحقيقة شوقا تقرحا ولو ينطق التاريخ يوما سمعته تأسف عن كل الوجود وصرحا أيا أمة أذنت لها كل ساقط وذا ابنها دون الجميع تسرحا هذا علي كيف أمسى لوحده وجفن الحقيقة شوقا تقرحا ولو ينطق التاريخ يوما سمعته تأسف عن كل الوجود وصرحا أيا أمة أذنت لها كل ساقط وذا ابنها دون الجميع تسرحا وما الكرسي كم جلسوا أمام النور وما لهم به عصن ولا قصن أحرب كي تلاقوا بعدها غلوا فلا ضل ولا هم بعده غلوا على الكرسي كم جلسوا أمام النور وما لهم به عصن ولا قصن أحرب كي تلاقوا بعدها غلوا فلا ضل ولا هم بعده غلوا أوه أبا تراب أبا تراب أبا تراب والعدل غاب والعدل غاب قد بالكتاب أمير المؤمنين وما سواك لها تزين الملك يا مولا يكلبها لتنفر عدلك الباقي وتسعدها فما بسمت سوى مد كنت حاكمها أمير المؤمنين وما سواك لها أمير المؤمنين وما سواك لها تزين الملك يا مولا يكلبها لتنفر عدلك الباقي وتسعدها فما بسمت سوى مد كنت حاكمها يا حيدار يا حيدار يا حيدار يا حيدار يا حيدار أبا تراب والعدل غاب قد بالكتاب وحكم بنا شوقاً إليك شوقاً إليك مدى يديك مدى يديك ونبقى بنيك عش بيننا ويمضي الدهر لا تبقى به دولون أشعروا للغريهة هنا نبنو علي العدل علي العدل مهما قيل لن تصلوا أشعروا للغريهة هنا نبنو علي العدل مهما قيل لن تصلوا يا حيدار 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 يا حيدان نشكر فرقة اتحاد الروح وبالفعل هم اتحاد وهم الروح ونسأل الله لهم الموفقية دائما وذكرهم إلى لمحة من حياة الإمام علي وهي العدل إن يموت العدل قل مات علي لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد ثانيا على حب رسول الله ثالثا بأعلى بأعلى أصواتكم على حب أمير المؤمنين بأعلى أصواتكم بأعلى أصواتكم بأعلى أصواتكم بأعلى أصواتكم بأعلى أصواتكم بأعلى أصواتكم فصار القلب بالحب بأعلى أصواتكم قد تربينا فذاب الحب بالأنفاس فينا تعرفنا تعرفنا بأعلى أصواتكم بأعلى أصواتكم بأعلى أصواتكم نشأتي تعبت لا عذب الله أمي أنها شاربت حب الوصي وغذتني في اللبني علي للجنان طريقنا الأوحاد ولا درب تعقبنا سواه فأبواب الجنان بلا مفاتيحه إليها غير مفتاح هواه فآمنا وأيقنا به حبا لنا بالذكر أوحاه الإله علي للجنان اخترناه عن وعاين ولا لن نرتضي دينا بلاه ولا لن نرتضي دينا بلاه تخيرنا بإرادة نهتف بإسم شهادة ولي الله علي يحصنا بحشيرنا لو في معبرنا عاترنا ننجب ولاية علي إذا به نسألنا حب علي هو عملنا لنا كافي حب علي تربينا على حبها كل محب يشكر ربها لنجعل حب العلي حبي حبي عاليا بيوم الحشر يرفعني ويفريش الدغب لي للجنة العدني شكرا لأم به كانت تقميطني وكان لي والدوني وكان لي والدوني وابا حسني فصرت من دي وداءه وابا حسني حبي عاليا بيوم الحشر يرفعني ويفريش الدغب لي لجنة العدني شكرا لأم به كانت تقميطني وكان لي والدوني وابا حسني فصرت من دي وداءه وابا حسني فصرت من دي وداءه وابا حسني اشتركوا في القناة